التضاف الزيادة السنوية على أساس المعاش القانوني يجيب أهلا بكم ودعوكم إلى اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلاي أقرى قانون التأمنات الاجتماعية والمعاشات زيارة كيمة المعاشات السنوية وذلك في 30 ينوم وكل عاما أعتبارا من أول ينوم وبنسبة لتقل المعدل التضخم هو ما لا يزيد عن 15% واشترط القانون ألا تزيد كيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى حد الأقصى لأجرى الاشتراك الشهري في 30 ينوم وكل عام يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به وتتحمل الخزانة العامة للدولة باقي كيمة الزيادة وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية وحسب القانون يتم تقرير زيادة المعاشات بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس إدارة الهياء الكومية للتأمين الاجتماعي للموافق عليه ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات وبالتنصيق مع وزير المالية ورئيس الهياء وفي السياق ألزم القانون على تقلك 200 معاش بعد الزيادة عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش وفي حالة أصحاب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكذب فيستحق صاحبه أعانة عجز تقدر بـ 20% شهريا من كيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهياء المعنية بالتأمين الصحي الشابع لأنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للكيام باعباء حياته اليومية وتقطع هذه لعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زواء للحالة أو وفاته تجدر الإشارة لأن المعاش المستحق لمؤمن على اليوم بض مجموعة المعاشات المستحقة بملائج أو 8% من هجر التسوية الأكبر وإذا يقل إجمال المعاش المستحقة في حالة استحقاق وعن 65% من هجر أو الدخل للتسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار وفي جميع الأحوال يتعين أن لا يزيد إجمال المعاش عن 8% منها حد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق